مؤتمر الوطني 11 لحزب تقدم الاشتراكية من المقرر أن نعقيد أيام 11-12-13 نوانبير 2022 ببوزنقة من المتوقع أو نشتغل على أساس أن المؤتمر سيتكون من حوالي ألف من دوبة ومن دوب يمتلون مختلف الفروع الإقليمية للحزب هذه الفروع الإقليمية التي الآن دخلنا لمرحلة العدد العكسي ومبرمج خلال شهر أكتوبر وبداية نوانبير أكثر من 70 مؤتمر إقليمي الجموع العامة للفروع المحلية الآن هي في طور الالتئام تدريجيا طبعا هذه الفروع الإقليمية ومؤتمرات الفروع الإقليمية ستنتخب من دوبين المؤتمر إضافة إلى ترشيحات هذه الفروع إلى عضوية اللجنة المركزية للحزب طبعا برامج أو جدول أعمال هذه المؤتمرات الإقليمية في هذا الجانب الانتخابي من دوبين ولكن فيه جانب سياسي يتعلق بالخصوص بدراسات والمصادقة أو تعديل مشاريع الوثائق وهي مشروع الوثيقة السياسية ومشروع تعديل القانون الأساسي للحزب هل سيكون هناك ضيوف أجانب؟ من دون شك طبعا الضيوف الأجانب من دون شك العديد من الأحزاب نسميها الأحزاب الشقيقة والصديقة الأحزاب الاشتراكية أحزاب الشيوعية من أوروبا نحن في طور التواصل معهم مع أن شيء الآن لائحة مدبوطة ولكن من دون شك قد تكون لدينا أحزاب من منطقة المغربية أحزاب من أوروبا أحزاب من قارات أخرى بالخصوص لأحزاب اللي لدينا معها علاقات تقليدية وربما حتى أحزاب اللي تأست معها علاقات في الفترة الأخيرة المنتظر أنها تحضر معنا إلى جانب شخصيات صديقة للحزب المصطرة ديال انتخاب الأمين العام هي مصطرة مقررة في القانون الأساسي للحزب وفي المقرر التنظيم للمؤتمر مصطرة تقول بأنه أسبوع قبل افتتاح المؤتمر أو ثلاثة أيام عفوا قبل افتتاح المؤتمر وإلى غاية افتتاح المؤتمر ساعة افتتاح المؤتمر تقدم الترشيحات للأمن العامة تبقى شروط يفصلها القانون الأساسي والمقرر التنظيمي خصوصا الأقدمية في الجنة المركزية والأقدمية في المكتب السياسي بالخصوص على أساس تقديم عريضة ترشيح يجب أن تكون موقعة من عشر عدد المؤتمر عدد المندوبات والمندوبين بمعنى أننا كانت تحدثت على ألف مندوب يعني نخصنا على الأقل واحد العريضة اللي يكون فيها على الأقل مئة توقيع اللي تكون موزعة على الأقل تشمل على الأقل توقيعات تأتي من عشر جهات باب الترشيحات دائما مفتوح يعني يمكن يكون مفتوح من اليوم ومن البارح وغداه ومفتوح ولكن من ناحية القانونية أنا قلت لك ثلاث أيام قبل قبل الابتتاح المؤتمر إلى غاية ساعة انطلاق المؤتمر واحد الساعة الرفاق الرفاق والرفاقات منهميكون ومنهميكات في التحضير للمؤتمر بمختلف جوانبه السياسية والتنظيمية والتواصلية واللوجيستيكية وكما قلت سابقا المهم في تقديرنا هو هذا المهم هو هذا المضمون السياسي لأنك نعتبره في نهاية المطاف هذه المسألة الأمير العام أو عدوية المكتب السياسي نحن بالنسبة لنا القيادة ديال الحزب كانت دائما جامعية ومقاله الأمير العام رفاق محمد نبيل بن عبدالله بخصوص ترشيحه يعني ينسجم تماما مع التقاليد والتربية ديال المناظلات والمناظرين للحزب تقدم والاشتراكية بمعنى في مختلف المحطات يعني الأمير العام مع دون أن يعني ذلك بأنه الرفاقات والرفاق ما عندهم سلحقي يرشحون نفسه مدى أن هذا الحزب الديمقراطي ولكن التقاليد ترسخت في اتجاه أنه الحزب من يقدم الرجل أو المرأة الذي يراه مناسبا في المحالة المناسبة وفي المكان المناسب بداية هذه القصة ديالولاية الربيعة هذا كلام يعني استسمح لها التعبير ولكن أكد أقول كلام كلام إعلام طبعا أنتم ما معنيين في اليوم فانتكات ما معنيين شبهات توصيف ولكن لماذا؟ لأنه ببساطة لأن الناس يخصدقك نحن يعدلنا القانون الأساسي ديالنا في 2013 في مؤتمر استثنائي وأول مرة دخلنا لحدنا من الولايات في المسؤوليات الحزبية في عدد المستويات ليس فقط في الأمن العام وكان أول مؤتمر ليحدد لانعقد بالمقتضى المتعلقة بتحديد الولاية ديال الأمن العام في ولايتين قابلة للتجديد مرة واحدة هو المؤتمر ديال 2014 لانتخب فيه نبيل بن عبد الله ثم أعيد انتخاب الرفيق نبيل بن عبد الله في 2018 بمعنى ودوز جوج ديال الولايات قابلة للتجديد مرة واحدة اللي هي هذه اللي إذا ترشح نبيل بن عبد الله أو الحزب رشح نبيل بن عبد الله وصار نبيل بن عبد الله أميناً عماً في مؤتمرنا المقبل غدتكون مكينة شيء إذا الولاية رابعة قالوا لا يصري بأطارين رجعي إلا تباتيوا معي هذا الحساب اللي عملت كتصيبوا بأنه هذه الولاية التالتة اللي ما زال عنده فيها الحق بموجب القانون الأساسي الحزب الحزب لأنه المسألة عملياً كتتحسب من قبل ولا أخفيك بأنه كي نقاش يعني معمق وسط الحزب فيه مختلف الجوانب السياسية ولكن فيه هذا الجانب التنظيمي المحد بأبعاده السياسية طبعاً والنقاش اللي كي اليوم هو حول نموذج تدبير الحزب والتحديات اللي متروحة لنا في المرحلات المقبلة وكيف يمكن للقيادة المقبلة بشكل جماعي بأمينها العام سواء كان رفيق نبيل بن عبد الله أو رفيق آخر بالنظر لأهمية المسؤولية للأمين العام في تنسيق العمال وفي توليف المواقف وفي قيادة الحزب في توجهه المعين التحديات المتروحة لنا هي كيف نجدد في أسليم عملنا كيف نجيب على سؤال العزوف عن السياسة وعن العمل الحزبي هو كيف نضمن لأجيال المناضلات والمناضلين التي تلتحق بحزب تقدم الاشتراكية تشبع بمبادئ وقيام وتقفت حزب تقدم الاشتراكية العرض السياسي الذي يقدم حزب تقدم الاشتراكية بمناسبة مؤتمره الوطني الحادي عشر والذي يختزله شعار المؤتمر لهو البديل الديمقراطي التقدمي نعتبر بأنه في مستويات مختلفة سياسيا اقتصاديا اجتماعيا تقافيا ديمقراطيا وضع الحقوق والحريات والأمور ليست على ما يرام في بلادنا مع الأسف طبعا هناك تحديات هناك مسببات وأسباب لذلك على صعيد داخلي تحديات كبرى على صعيد خارجي لحن لسنا من أنصار أنه طالما أننا نحن في المعارضة نعتبر بأنه الأمور سهلة نعرفه بأنه الأمور معقدة ولكن بقدر ما نؤكد على أن الأمور معقدة بقدر ما نؤكد على أن هناك ضعف كبير بين في قيام هذه الحكومة بالإدطلاع بكل ما تفرضه عليها هذه الضرفية الصعبة من مهام ومن إقدام ومن شجاعة ومن حمل للملفات الأساسية المطروحة ومن توزه بداية إلى المواطنات والمواطنين والتأسيس لواحد الحوار ديمقراطي متواصل لكي يمكن المواطنات والمواطنين من أنهم يفهموا محتر إكرهات هذه الحكومة أنتم كتلاحظون كإعلامي متميز تلاحظون بأنه هناك صمت تقيل يميز عمل هذه الحكومة هناك نحس وكأننا أمام موظفين كبار يدبرنا ملفات بشكل روتيني إداري يومي ليست هناك أي بصمة سياسية ليست هناك أي نفس ديمقراطي مفتوح بغض النظر على خلفية هذا النفس ومرجعته فليأتون بهذا النفس ولو من منطلقات لبيرالية وشرعوا في تنزيل كل ما التزموا به في برنامجهم الحكومي اليوم الدولة الاجتماعية التي تحدثوا عنها غائبة في سياستهم العمومية غائبة في ميزانيتهم لمودة جنموي الجديد لم يعود يسمع له أثر في كلام الحكومة في سياسات الحكومة عديد من المجالات عديد من الفئات يعني متركة لحالها وتوجه مصيرها بنفسها دون أن يكون هناك ذلك الإحساس قد نتفق قد نختلف ولكن دون أن يكون هناك أي إحساس بأن هناك حكومة قوية كما تقول عن نفسها منسجمة قادرة على مواجهة التحديات التي توجه المغرب اليوم وستواجهه أكثر وبعدد أكبر في الأمد المنظور ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا